السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بعد حياكم الله أخواني وخواتي في برنامج آية فايدة معنا الآية 188 من سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هذه الآية والله مهمة جدا أخواني وخواتي وكل كلام الله سبحانه وتعالى مهم نجد في كلام الله سبحانه وتعالى القوانين والضوابط التي تحمي المسلمين التي توجه المسلمين للخيرات تبعدهم عن المنكرات وعن المعاصي الإنسان المسلم وكذلك المجتمع الإسلامي لو اتبع القرآن وكذلك هيد النبي عليه الصلاة والسلام لا أفلح ونجح وارتفع هذا المجتمع بتعانيم الدين الإسلامي الحنيف في هذه الآية أخواني وخواتي ماذا يقول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَهْمَنُوا هذا توجيه للمؤمنين الكلام هذا موجه للمؤمنين الصادقين المسلمين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى الذين يتقون الله سبحانه وتعالى نهام عن ماذا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة احذروا وهذا التحذير لمصلحتهم لمصلحة المسلمين وليس تضييقا عليهم دائما نريد أن نفهم أخواني وخواتي من الأمور التي فيها النهي أنها ليست تضييقا على المسلمين إذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الخم عن الميسر عن الزنا وعن السريقة وعن القتل وليس تضييقا على المسلمين ليس لجعل الحياة الصعبة بل هذا حماية للمجتمع الإسلامي ففي هذه الآية ينهان الله سبحانه وتعالى أن نثق في هؤلاء الكفار ونعطيهم أسرارنا لأنهم سيحرصون على إضعاف المسلمين والفتك بالمسلمين فنظهر الأسرار هذه للمنافقين والكفار الذين يحاربون هذا الأمر مرفوض شرعا لماذا حماية للمسلمين لأنهم كما قال الله سبحانه وتعالى لا يألونكم قبالا أي فرصة تسنح لهم لإقاع الضرر في المسلمين سينتهزونها فلذلك يجب علينا أن نحذر كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يعني لا بد أن يكون المسلم على حذر لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ماذا يعني هذا الحديث أن الإنسان قد يعني يثق بالآخرين لكن إذا أصيب من إنسان واكتشف أنه عدو أو أنه في محل غير ثقة طيب لا يعطيه الفرصة مرة أخرى ليقعه في نفس الحفرة فالمطلوب من المسلم أن يكون حذرا لا يكون غافلا طبعا هذا مو معناته أن الإنسان يشك في الآخرين أو مثل ما نقول أن يكون وسواسي أبدا مجرد إن القضية أن الإنسان يكون على حذر لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يعني المؤمن الذي يكون يعني قويا في شخصيتي وفي إيمانه وفي طاعته لربه وفي انتباهي أفضل من المؤمن الذي يكون غافلا ويخدع من يعني الصديق ومن العدو لا نريد هذا المسلم بل نريد أن يتعلم على القوة في الإيمان ويكون باتباع شرع الرحمن سبحانه وتعالى قد يتساءل إنسان لماذا لا نثق بهؤلاء الكفار لماذا لا نعطيهم الأسرار قالها لنا ربنا سبحانه وتعالى لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم يعني يحرصون على الأمور التي توقعون في العنت والمشقة والصعوبة فلا ينبغي لنا ولا يجوز لنا أن نفشي أسرارنا لأعدائنا لا يجوز لنا نحن كمسلمين أخواني أخواتي أن نعطي هذه الأسرار للكفار الذين يحاربوننا الذين يتربصون بنا الدوائر فسبحان الله يعني جعل الله سبحانه وتعالى قاعد لنا أن المسلم يثق بأخيه المسلم ويبشي أسرار لأخيه المسلم طبعا كأسرار دولة وكأسرار يعني نقول كقوة للمسلمين مثل ما كان عند المسلمين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الصحابة الكرام رضي الله تعالى وبعد ذلك ثم قال الله سبحانه وتعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر يعني قد ظهر من أفواههم وتكلموا بما يظهر لنا حقدهم على المسلمين وأخبرنا الله سبحانه وتعالى كذلك أن صدورهم تخفي أكبر مما أبدت وأظهرت ألسنتهم شوفوا شلون أخواني خواتي القرآن كلام الله سبحانه وتعالى إذا كنا مع الله سبحانه وتعالى إذا قرأنا كلام الله وفاهمنا كلام الله وطبغنا كلام الله سنكون في أمان يعني نجد التوجيه الرباني المنضبط يعني القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منضبط ويضبط حياتنا يعني ما نجد فيه إطلاقات من غير مثلا استثناءات تجد الإطلاق في موقع الإطلاق والاستثناء في موقع الاستثناء هكذا هو كلام الله سبحانه وتعالى أنه هو الخالق هو الذي يعلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير فإذن هذه الضوابط أخواني أخواتي للمسلمين حتى تحمي المسلمين تحمي المسلمين من الوقوع في خطر الكفار فيقول الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هل تريدون الاستفادة من كلام الله سبحانه وتعالى هذه هي الآيات وهذه أحكام الله سبحانه وتعالى لمن أراد الاستفادة منها فهي واضحة لكل من أراد أن يستفيد إذن ماذا نستفيد من هذه الآية أخواني أخواتي الأمر الأول يجب على المسلم والمسلمين عامة الحذر من الكفار الذين بدت من أفواهم العداوة وأخفت صدورهم أكبر وكذلك نستفيد أخواني أخواتي من هذه الآية أن سبحانه الله الكفار دائما يحلصون على إسقاط المسلمين انظروا في التاريخ الإسلامي كم مرة حاولوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم الأمان مثل اليهود لما كان في المدينة أعطاهم الأمان وعاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولكنهم حاولوا قتله عليه الصلاة والسلام وكذلك الذين خارج المدينة حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام إذن هذه هي سبحان الله سنة الله سبحانه الله في خلقه إن هؤلاء الكفار يحاولون قتل المسلمين ومحاربة المسلمين نعم يكون هناك استفادة من الكفار لكن و stopر طبعاً و لا يعني ان نحارب كل اُنسان لا يؤمن بالله و اليوم الاخر بلcession كانت تعاون هناك شراء و بّيع و شراء مثل ما كان نبي عليه merchants Private wrote يبيع و يشتري و يُقترض من هؤلاء من الكُفار كما هو لدعكم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام و مات و دمئ مرهونة عند يهودي علي الصلاة والسلام و قضية التعامل في المباح – هذا لا يعني بكل انسان لا يؤمن بالله و اليوم الاخر فدين الله سبحانه وتعالى منضبط فيه التحذير من جانب الكفار الذين يتربصون بنا الدوائر أما الذين لا يحربون فهناك أحكام ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته